فيما يتعلق بقطاع الإسكان أكد الرئيس السيسي أن عمل تخطيط عمراني يأخذ في الاعتبار نمو السكان منذ 40 عاماً وذلك لحل المشكلة السكانية وتحسين جودة الحياة الموجودة في هذا الصياق أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة قد ساهمت وساعدت مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية في الإسكان مخططة ومرتبة بالشكل الذي يتم افتتاحه الآن أول ما بدأنا فيها دكتور مصطفى الناس انتقدتنا انتقاد جديد اللي هو أن احنا نعمل مدن جديدة وقال لك أن انتم رحين تصرفوا فلوس كتير جداً ملهاش لازمة مش كده أنا عايز أقول لكم على حاجة لو كان الكلام ده اتعمل من 40 سنة وكان فيه تخطيط عمراني عمل في حساباته النمو بتاع السكان بشكل حتى لو احنا نحل الطرق وبنحاول نحسن من جودة الحياة لكن لماذا زالت الأحياء زي كرداسة وبالنمرس والخصوص وغيره وغيره ولا هي يا دكتور عاصم انت اللي هتعرضه مش كده انت بتكلمني لما بتكلم في 7-8 مليون 7-8 مليون دول ياهاب عايشين ازاي عايزي ده لو كنا احنا مرتبين نفسنا زي من النهاردة الـ 50 ألف واحدة سكنية اللي احنا بنعملهم دول تصوروا ان الـ 50 ألف دول احنا كنا عملنا او الدولة كانت شاركت او ساهمت او ساعدت وخلت مع القطاع الخاص يبقى فيه تنمية في الاسكان متخططة ومترتبة معمولة بالشكل اللي انتو اللي افتتاح اللي اللي حنشوفه دلوقتي او اللي احنا بنعملهها كامل انت النهاردة بتعمل ده عشان تحل مسألة اشتركوا في القناة